اشتركوا في القناة التلفزيون الى المستقبل التلفزيون هو مجال نواصل زيادة الاهتمام به بحسب ما ابلغ روز مكررا ما قاله في مقابلة سابقة مع براين ويليمز في 2012 بانه مجال اهتمام مكثف صحيفة الرأي الكويتية عنونت لا طوابير انتظار امام متاجر ابل اعلنت شركة ابل بدأ طرح هاتفيها الذكيين الجديدين ايفون 8 وايفون 8 بلس في عدد من الاسواق حول العالم ولكن اللافت ان الاطلاق لم يحظى بصخب عشاق ابل المعهود ويعتقد على نطاق واسع ان الفطور الذي شهده اطلاق الهاتفين يعود في المقام الاول الى ان معظم عشاق املاق التقنية الامريكية ينتظرون اطلاق هاتف ايفون اكس المقرر مطلع شهر نوفمبر المقبل ومع صحيفة اليوم السابع المصرية التي عنونت لينوفو تطلق نسخة جديدة من لابتوب ثينك باد الشهر المقبل اعلنت لينوفو عن احدث نسخة من لابتوب لينوفو ثينك باد خلال معرض سي اي اس الذي عقد خلال شهر يناير الماضي في لاس فيغاز وجاء مع تصميم انيق واكثر حدثة من الشكل التقليدي وخلال الايام الماضية ظهرت بعض التقارير عن لابتوب لينوفو القادم الذي سيأتي في الذكرى الخامسة والعشرين على اطلاق اي بي ام لاجهزة الكمبيوتر المحمولة ثينك باد الاولى التي وصلت الى المستهلكين وهذا قبل ان تستحوذ عليه لينوفو عام 2004